تحب في البداية تقول ايه النهاردة احنا بنفتكر بالتأكيد ذكرى تأسيس وافتاح القناة 11 سنة بوس انا امكان ما بطلعش على الشاشة بعالية اكتر من سنتين لكن مجرد مجرس محمد بوس اتكلمني وقال لي الاهلي على طول طلعيني مشدود رايح لسبب لانه قناة الاهلي كانت السبب في ان انا اتعرف يعني امكان كنت صحفي بعالي سنوات طويلة جدا بس انك تتعرف من حيث الشكل او فجأة الاقي نفسي ماشي الناس بتقول فلانا هون يعني على طريق الفنانين او النجوم انا ما كنتش حسيت دي او ما كنتش عشته مجرد اربع تلات اربع حلقات لقيت نفسي في المنطقة دي اضافة بقى يعني رغم ان انا البرنامج واقف بقاله سنوات طويلة جدا لحد دلوقتي وقدمت برامج كتيرة جدا لحد دلوقتي الناس تقولي البيت الكبير وحصلت محاولات لمحاكاة البيت الكبير بان يتخذ الاسم في قناة هنا او قناة هنا لا ممشيش لانه هو البيت الكبير لاي على الاهلي هو الاهلي هو كم يعني لو انت فاكر طبعا انت كنت معانا يعني كنت سعيد وقتشرف ان انا احد دفريع لا بالعكس ان سعيد بان انا النهاردة يعني سعادت اكبر يعني ان انت تكون متقلق وناجح فكانت ان كلمة البيت الكبير ان هو النادي الاهلي هي كمان كانت صدفة كده يعني لان ان انا عمل برنامج في قناة الاهلي تقريبا في خلال ست ساعات يعني ست ساعات اه انا فجأت بالتليفون جاي لي الزميل العزيز طبعا لست اهاب الخطيب بيكلمني بيقول لي هتكلمك فلانا ليه الاستاذ الانهان البشري وحتارد عليك حاجة وانه بيوافق وقدت له حاجة ايه طب قول لي بس قال لي لا معيش هتكلمك على طول بعد شوية لانها كنت بكلم تكلمتني قالت لي نتقابل في المكان الفلاني رحت قعدت قالت لي طب بعد الساعة هتيكي تعمل برومو قعدنا مع بعض ربع ساعة طبعا البرنامج ايه او امتى او فين القناة دي طلعت فين قالت لا لسه هنطلع فطبعا يعني القناة فتحت بقى وكان علي ان انا فكر قلت لها فكرنا واخترنا اسم البيتك قالت لي هاي الجد طبعا انا اقدم ايه قلت لي انا عايزة دماغك قول لي انت عايز تعمل ايه فطبعا كانت فكرة البيتك كبيرة ان نعمله بقى زي محادثك قدمت انه يبقى ثقافي اجتماعي رياضي يعني كان عادة بنخلي نجم الكورة يتكلم في الثقافة او في الحالة الاجتماعية واحيانا في الاقتصاد يعني زي ما حصل مع بركات مثلا لما قاعد يحكي لنا علاقته بالبورصة ايه حاجات زي كده بخفة ظلو الشديدة جدا فكان فيه ناس متنواعة كتير جدا كمان الاضافة يا سيد نصري لما كمان الفنانين الفنانين الاهلوية كان لهم دور وكان لهم ظهور مهم جدا في برائج البيت الكبير لان الفن وعلاقته بالنازل الاهلي كانت علاقة قوية جدا اه واكتشفنا فيها حاجات كتير اكتشفنا اعماق وحاجات كتير هو كانت المفاجأة في البرنامج كمان ان الحلقة الاولى استضفنا فيها رئيس ناجزة مالك صح كانت دكتور كمان درويش ان شاء الله ينصي بالخير ودي كانت الرسالة لوقتها قناة الاهلي كانت عايزة تقولها بالضبط كتير يعني حتى لما جينا نتناقش فيها كانت نهال قلقنا منها شوية وبعدين قالت لي لا خلاص اوكي يعني اعملها فكانت مفاجأة الحلقة الاولى وكانت صدمة شوية بالنسبة لبعض الناس بس اعملت رد فعلي ايجابي وقالت بداية مبشرة لأعلام رياضي محترم بالضبط ورسالة الاهلي وقتها من خلال قناته لا القناة مش تعصب بالعكس القناة ليها دور اعلام ومهيب لا وعدد الزمالكوية وعدد الزمالكوية بقى كمان كتير يعني 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 كان اي حد يمكن حدك تفتكر ان مثلا كامل بيتار كان جاء عمل حلقة حلقة قوي الخال فاهم عمر اه طبعا يعني والساس فاهمي الكبير طبعا العظيم والله يرحمه اخوي وصديقي وسامي العدل وده ما كانش بيروح لما يعني يعني حتى لما انتو كلمتو لحد انا ما كلمتو بقى فاجه وعملنا مع حلقة ويمكن ابا ما منساسش سامي لانه كان عشرة عمره طويلة جدا الله يرحمه وهو كان زمالكاوي قوي يعني زي ما بنقول زمالكاوي سيخ فيه اهلاوي سيخ برا يعني ورغم ذلك كانت روحوا الرياضية عالية جدا وتكلم كلام كان فيه بالنسبة لي انا وانا بقدم مفاجآت غير عادية على الله الله يرحمه اه اه الرسائل كانت رسائل مهمة وقتها يا سيد ناصر كانت رسائل مهمة جدا انه كمان لسه ترجمة نانسي قنقر 見�리